مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي دي الارانيب والبيوت دي الولادة لأن تربية الناس يريدون في تربية الارضية سوف يحسب راسهم كي يعيه بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذكر الروائح الكارية التي تجعلها الارانيب واضافة الى انتشار الامراض كالجرب إذا الاقفاص كما تشاهدون يرتاحوا الارانيب كما تشاهدون واضافة ديالهم كلهم كيتجمعوا يعني في كلهم في في إناء واحد كما كتشوفوا انتما رأى إناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتتخلصوا منه من بعد إذا هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج انتواس علاش؟ لأن المربي منك يكون عاد بادي خطوة ياخد تجريبة مشي تربية ارانيب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير ديال الإناث وعدد كبير ديال الدكور ونبقى نخلط لا بالضروري في الأول تكون ياخد تجريبة يعني بحالي كنا نقول لك يتعلم في هذوك جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف ذاك شي كيفاش داير كيفاش كيولدو كيفاش كي تلقيح ديالهم كيفاش الأمراض ديالهم يعني أي حاجة يتعلم منهم ثالث حاجة وهي اختيارات سولالات جيدة الناس اللي غادي يصولوني اسموهم السولالات اللي كانتك فيهم موما بالنسبة لبداكر ممكن أنكم تبدو ببابيون ببابيون مزيان بحالة الشكل هدا هدرها بابيون انتوما تبارك الله هدرها داكر انتوما هوا هدا شوفوا الشكل يالو را ببابيون اما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا شانشيلا رأة معروفة شانشيلا ممكن تاخدوها في هاد اللون هادا هكا تكون هاد اللون او هاد اللون غري المهم الأنثى خصوص تكون شانشيلا والدكار يكون بابيون هدوما يعني اللي خدمت بيهم انايا وحسيت بيهم حسيت بالراحة فيهم ومن الاحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي ان الرومي كي كبر دغية دغية و المربي غدي حسب راسو يعني دغية دغية كيربح غدي يعني غدي يتحمس غدي مني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غدي يتحمس انه يكمل في المشروع كين قادية ديال يجب ان تزود الاقفاص بالعلافات والشربات كما كتشوفوا معايا هديرا شوفوا العلافات اللي هنا هدير هادو غير في هاد المرحلة هادي دير غي شرابات عاديين ممكن انكم تديروا شرابات بحال هادو كيكونوا بالحلامات ممكن تشوفوا واحد تيورا فيترا كل وحدة عند هالحلامة ديالها بغيتوا تديروا طاصة بحال هادي ماشي مشكيل طاصة عادية غي تكون قية مغصولة مزيان من بعد كان ندوزهم هادو العلافات هادو ديال الكبار دبرا نساد عليهم ديلهم غير علافات هانتم كرامكية كلوا منهم علافات ديال الصغار هادو صوتهم غير راسي اي اي علافات ممكن انكم تسعنوا بهم من شق صدير ولا اي حاجة عنكم ممكن انكم تديروا بحال هادو العلافات اذا هادا هادا من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاليم والعلف بالجملة يعني شريو خنشة ما تقفش شريو بالكيلو لان بالكيلو كيطاح اولا غالي الكيلو كيطاح نقولكم الاتمينة الكيلو كيطاح بربعة درهم ونصف كيلك يبيعوتها الخمسة درهم وبالنسبة للخنشة فيها خمسين كيلو كتشراء بما بين خمسة وثمانين درهم تلا تسعين درهم كتشراء تقريبا بخمسة وثمانين ريال كتشراء مرخيصة ما كتشراء بحال اذا شريو بالجملة كيطاح لكم القادية الخاصة اذا هادا من جهة القادية ديال مني تشراء شي خنشة ضروري انكم تخزنوها يعني تديروا لفوها بشي ميكا ولا على حساب الشتاء ما توصلهاش على حساب الرطوبة المهم حاولوا انكم طريقة ديال تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم او ديال العلف الناس غاي سوينو عن العلف ممكن انكم تشريو خنشة ديال عفوا بالا احنا كنقولوا بالا ديال الفصة بحال هاتي شكل هاتي درها فصة نتقوموا ارام كي يكلوا في فصة هاتي درها فصة يابزة ماشي فصة خضراء كي القادية ديال تخزين ديالات هي ممكن انكم ديروا واحد لميكا تبيرها وديرها ممكن انكم تشريعو الدورة يعني اراك ارتباع الفرشة ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحواجها دور هاتي الشعير ديال بيزانة مزيان كيف تاهم واحد تسمين يعني اه مزيان اه الخبز الكارم ممكن اول تتاوى القوة تتخزنوه ماتر ما يوجس خبز كارم ارام تطاوى ما كي يكل خبز كارم وكي يعطيهم واحد يعني اللهم لعلغ الرحم كي تزاد من الخبز الكارم لانه فيه الخميرة كينا عود قضية أخرى وهو يجب أن يكون مكان المخصص للآرانيب يعني مهوي ما يكونش مخنوق كي تديروا واحد لبيت ما فيه لاشر جنب لا باب لوه ولو غيء فيه واحد بيب صغير ورقة الدخلوصة في الظلمة لا ضروري أن الأشيعة الشمس وصلهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تذيك الغازات اللي كتكون دي الأنيميا متأتش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كينا قضية أخرى خاص الأرانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كينا لتصادف المشكل دي الحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشاكم كينا بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تفترس الأرانيب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الأرانيب ديكم كينا قضية أخرى عند شراء الأرانيب يجب أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون شغيل واحد يكون بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب أنت يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إلا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأرانيب كي يخدوا العدوى ومن بين هاد الأبراد اللي كتصيبهم يعني اللين تكونوا كتشريوا شوفوا الأرنب ميكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأرانيب هو جارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جيت نيفو إحدى الرجلين ديولو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله الشعر والعين ديالو ميكونوش طايحين يعني ميكونوش يخصي يكون العين ديالو براقي ميشوف لوف عينيه يبرلك كي يشوف فيك هاد الأرنب كتحس به في دراء صحيح كينا قادية وثاني ميكونش الأرنب عندو صينا في الأنف ميكونش مريض بالزوكا زوكا مرة تور كيكون الأرنب صافي غير تودع معه كينا المرض آخر وهو الكوكسيديا الكوكسيديا مشي تسمع الكوكسيديا تصحورها معها تسموه هل المرض؟ لا المرض ديال الكوكسيديا هو إن الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضارات كتكون مشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل أسود يجلس نقيتو واحد من هاد الأرنب فيه هاد المرض ما تشريوش هتك القطع لأن نرى هاد المرض كيت عادة كينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجيب اختيار الأرنب في السن ديال ست أشهر يعني ما تجيبوش أرنب صغار بززاب وما تجيبوهمش كبار لا تسولوا المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قربين يولدوه انتم ممنين يجيبوهم يعني غيت زوجوهم غادي يكونوا قربين يولدوه ما يكونوا صغارين بززاب أقل من احنا نقولوا 4 شهور ولا لا يكونوا خمس شهور ماشي مشكيه خمس شهور ونص ماشي مشكيه غي يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدوه عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يسبقو لكم إن شاء الله في طربية ديالهم كينا قضية ديالالانونيب حاولوا انكم مجيبوش الاخوة يعني حاولوا انكم تشريوا عن واحد وتسولوا وشهدوك الارانيب اخوة يعني إذا كان بطلوا واحد ما تشريوهمش شريو شوية من هنا وخلطوا شو يوم هنا أو شو يوم هنا إليك تتعرفوا شئ ناس كيبيعوا هاد الانانيب حاولوا ما تزوجوش الإخوة لأن زوج الإخوة شحان مواحد كيقول بالله أنا كين عندي إنتاج ولكن مع المدة غدي حس بالفاق غديقول باللي الانانيب ديولوك يخرجوا فيهم لا يصر تشوهات ما كيعتوش بزاف ديال العدد كيتلقاء الأنثة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة والدس كتولد ثلاثة أما إلا خديثه من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين أن الأمور كتكون على أكمل وجه وكتكون على ما يرام إذا هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت أن نلخص لكم المشروع في نظرة شاملة إلا خصصت لكم شي حاجة أنا راهز الإشارة نجاوب لكم على اللي كومنتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غديم الدعم ديالكم ما تنستوى نش بزير جيم تكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ترجمة نانسي قنقر